السلام عليكم البنات ومرحبا بكم معي في فيديو جديد نتمنى انكم تكونوا كلكم باخر وعلى خير اليوم ان شاء الله رجعت لكم بروتين جديد وطلبية جديدة بالنسبة لطلبية اليوم فقد نشارك معكم ان شاء الله واحد زوج جديد الكيكات اللي كيجي وروعة في المداق وحتى الشكل يارم كيجي زوين بزاف غننحضرهم ان شاء الله بخليط واحد وغنحضرهم بذوق البرتقال بما اننا دباء البرتقال الحمد لله رم توفر والعسر دي البرتقال المتوفر بزاف بزاف فعلا اليوم اجبت لكم ان شاء الله جديد الاقتراحات باش هكذا تعتمدهم في طلبياتكم كيجي وزوينين بزاف وغادي نشارك معكم ايضا واحد البريوش اللي كيجي خاطير البنات خفيف خفيف ومقطن من الداخل بدون دلك بدون عجن غادي نحضروا غير في الخلاط الكهربائي غادي نشوفوا معي ان شاء الله كل شي بادق التفاصيل غيتبعوا معي الفيديو حتى الاخير غادي نشارك معكم ان شاء الله اتمينة البيع وما تنسوش حبيباتي الى كانت هادي اول زيارة لكم للقناة تشتركوا وفعلوا الجرس باش دايما توصلوا بجديد الفيديو ادي لي وايضا ما تنسونيش بلايك ديالكم وبرتاجيوا الفيديو مع ايجا الناس اللي كتعرفوا باش هكذا تعمل فائدة وتشجعوني انني نزيد نعطيكم كتر وكتر ويلا نبدأ و بسم الله على بركة الله في المكونات وباقي مراحل التحذير سوف نبدأ معكم دباب المقادير ديل خليط الكيك اللي سنحضره بالزوج ديل الكيكات سنحتاج هنا خمس حبات ديل البيض البيض يكون الحجم ديله صغير لكن الحجم ديله كبير ديله غير بعاد ديل البيضة هنا كان عندي البيض الحجم ديله شوية صغير دا كشي علش استعملت خمسة لان هنا سنحضر هاد الكيكات سيكونو شي شوية صغار ماشي كبار بززاف سنحتاج معه كاس ديل العنبة ديل الزيت النباتية كاس العنبة السكر حبيبات كاس كبير عصر البرتقال ما يعادل كاس وربع العنبة اي ما يعادل 250 ميلي لتر عصر البرتقال هنا ايه واحد المعلقة كبيرة المربي المشمش من الاحسن يكون خاص بالاكل هنا ايه واحد المبشور حامضة انا كان عندي هنا في المجمد من اللي كان نبغير يكون عندي الحامض مصفر كان حسابت بهم في المجمد سنحتاج واحد الرشيشة الملحة وعندي هنا ايه ثلاثة الاكياس خميرة كيموية من فئة 8 قرم وعندي الدقيق بالنسبة للدقيق فكيبقى على حسب النوعية ديال الدقيق واش كيشرب او ما كيشرب او ما كيشربش وحتى الحجم ديال البيض انا هنا كيفما قلت لكم استعملت الحجم ديال البيض صغير فالكشيانا ستاخد ليه تقريبا 1-400 قرم ديال الدقيق بالتقريب بالموين ما نقدرش نقول لكم بالضبط شحال هنا في واحد الايناء وضعت دوك الحبات اللي عندي ديال البيض ضفت عليهم السكار وديك رشيشة ديال الملحة وغادي ندربه ما كده شي شوية بالضرب الكهربائي اللي متوفر عندها تستعمله اللي ما متوفرش عندها تخدم غير بالضرب اليدوي اولا غير بواحد الفورشيطة انا هنا غيف فقط باش نزرب شوية في الخدمة استعملت الدرب الكهربائي ضفت الزيت النباتية ضفت المبشور ديال الحمضة وضفت ايضا ديك المعلقة ديال الكونفيتوغ وبدأت هكده كده ندرب كيف ماشتو معي ما حبستش نهائين متطرب ولكن غيك نخلط ماشي باش نطلع هاد الخالد او لا باش باش يضعف لي الحجم دياله صافيه من بعد ضفت عصير البورتوقال وغادي نضيف دابه دقيق شوية بشوية غادي نضيفه على زوج اولا ثلاثة ديال الدفوعات على حسب كل واحدة المهم اللي بغا تدير على زوج ديال الدفوعات ديروا على زوج اللي بغا تدير على ثلاثة ديال الدفوعات ديروا على ثلاثة دفوعات غي ما تديروش دفعة واحدة باش هكده تعرفوا القياس ديال الكيك ديالكم صافي كيف مالحطوا معي انا هنا دقائق ما كانش عندي مغربل فدك شي علاش غربلته في اخر لحظة كيف مالكتلاحضوا كنغربلوه من بعد كنخلط هكده بالخلاط ديالي اخر دفعة قد ندير معها دوك ثلاثة الاكياس ديال الخميرة الكيموية وهنا في هاد المرحلة هادي هنا غادي نشوف القياس ديال الخليط ديالي كيفاش غادي يكون غادي نحبس بالدقيق ما غا نضيفش دقيق بزاف باش هكده تجيني الكيك خفيف ومهوي من الدخل صافي كيف مالحطوا معي اضفت الكمية الاخيرة ديال الدقيق وبدت هكده كنخلط كيف ما قلت لكم غاي كنخلط ماشي باش ندربوه حتى يطلع او حتى يضع في الحجم ديالو وكيكون هذا هو القوام ديال الكيك ديالي كيكون شو يخفيف ما كيكونش تقيل بزاف باش هكده الكيك ديالي يجي خفيف غا نحتاج هنا هي جوج ديال الليمون بالنسبة الليمون اللي استعملت هاد الدائري اللي كيتحل مع الجناب القياس ديالو تقريبا واحد خمسة وعشرين سنتيمتر وغا نستعمل هادا اللي كيكون فيه ديكت قيبة في الواسط هتاعدة البنات ره القياس ديالو 26 سنتيمتر او لا خمسة وعشرين سنتيمتر في الواسط فغنزينها من تحت بشرائح ديال البورتوقال هنا اخديت واحد زوجة الحبات ديال البورتوقال غسلتهم بزيان بزيان وقطعتهم على شكل شرائح لي كتكون شوية رقيقة ما حيتش لهم القشرة ديالو خليتهم بالقشرة ديالو انك تعطيهم واحد اللي بنا صراحة زوينا ديك القشرة في الكيك هنا بالنسبة الكيكة اللي غتجي بشكل دائري غندر فيها طبقات فغندر غي واحد الكيميا قليلة ديال هاد الخاليط ديال الكيك باش تجيني الكيكة رقيقة ما محتاج ان الكيكة تجيني غليضة وما تبقى غدي نديرو في الكيكة التانية هنا بالنسبة للتزيين فكيف ما لحتوا معايا كان اخدوك شرائح ديال البورتوقال وكان وضحهم في الاسفل ديال هاد المول وكان حاولك دائنا ننتكي وحدة على وحدة باش يجي شكل ديالهم زوين في الاخير من اللي كان نقلب الكيكة ديالي وصفي كان وضع ذاك الخاليط اللي عندي ديال الكيك اللي تبقى لي كامل سوف نضعه في هاد المول هادا وسوف ندخل الكيكة ديالي بزوج الفران اللي كانت ديجامس من قبل على نار متوسطة سبق لي وشاركت معاكم الطريقة الطياب ديال الكيك كان طيبهم من الفوق حتى يبدو يتحمروا و يدهبوا شوية مع الجناب وكان نهبطهم من تحت باش يتحمروا من الوجه ديالهم سوف ندخل الكيكة ديالي للفران وغادي ندوز باش نحضر معاكم البريوش اللي غادي يكون ساهل ماهل وسائل وخفيف وكي يجي مقطن وماكي ناخد منكم حتى الوقت وبيض ونختي مرة ماكي خمرش نهائيا كنحضره في ساعته كنطيبوه غا نحتاج فيه بيضة واحدة نصف كاس ديال السكر حبيبات كاس ديال العنبة نصف كاس ديال الزيت النباتية كاس ديال الحليب يكون دافي الحليب عندي هنا 250 ميلي لتر ديال الحليب 4 لتر هنا كاس الكبير وعندي زوج كيسان ديال العنبة ديال الدقيق الابيض تقريبا مايو عادي لواحد 150 جرام ديال الدقيق ونحتاج واحد معلقة صغيرة ديال الخميرة الفورية غا نحتاج كيس ديال خميرة كيموية من فئة 8 جرام كيس ديال السكر بنوكهة الفانيليا ورشيشة ديال الملح بطبيعة الحال تقريبا واحد نصف من العاقة ديال الملح اللي غا ندير في هذا البريوش هذا بالنسبة للطريقة فغا ناخد خلط كهربائي اللي كان نطحنه فيه العاصر غا ندير فيه المكونات اللي عندي تقريبا كلها غا نخلي غير الدقيق والخميرة اللي ما غا نديرهم غا ندير البيض الزيت 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 والحليب والفانيق والملحة وغا نخلطهم مزيان مزيان في الطحان اللي عندي وصافي من بعد ما كيتخلطوا لي المكونات وكيندمجوا مع بعضيتهم مزيان غا نضيف عليهم الدقيق نضيف الكاس الليول وغا نغرب لان كيف ما سبق لي وذكرت من قبل الدقيق عندي ما مغربلش في اخر مرحلة ونضيف الكاس الثاني ونضيف مع الكيس الخميرة الكيموية ونرجع الخليط كي يزيد تطحن ويتخلط مع باقي المكونات اللي عندي وكيف ملحتوا معي كيكون هذا هو القوام البريوش كيكون خفيف تقريبا بحل الخليط الكيك او لا تقلع تقريبا بحل الخليط بحل الخليط تقريبا بحليط تقريبا بحليط ونضيف الخليط ونحضر الكريمة الكريمة التي سوف تضيفها ونضيفها من حاليب ميو على 200 ميليليلتر معلقة السكر حبيبات معلقة النشاء والمعلقة الصغيرة كاكاو والنشاء معلقة كبيرة اما الكاكاو معلقة صغيرة سنضع حليب مع المكونات اللي عندي كمية في الكاسرونة ونضعوا فيهم كيف ملحتم معايا حتى يندمجوا لي ونضعهم في النار اللي كتكون مهيلة مع التحريك المستمر ما تحبسوش نهائيا من التحريك حتى تحصلوا على واحد الكريمة اللي كتكون عاقدة ومتماسكة كيف ملحتم معايا كيكونها دول قوام ديالها سنضعها في واحد اما واحد البوش ادوي او لا بلاستيك ديال اللاجر وما أنا قدرتها غير في واحد البلاستيك ديال التلاجر وبها باش غادي ينزين البريوش ديالي هنا خديت واحد الساخل كيف ملحتم معايا عندي هاد الساخل هادا محلول من التحت اللي عندها هاداك المول لي كتحلم مع الجناب يكون كبير تقدرت تستعمله واللي بغادت تستعمله مول صغيرة غاديها البريوش عالي انا هنا غلفته بالاليمينيوم وفرشته ورق الفرن ووضعت فيه الخاليك اللي عندي ديال البريوش وهنا بالنسبة للكريمة ديالي كيف ملحتم معايا راوضعتها في البلاستيك ديال تلاجر بالنسبة لهاد الساخل هادا البنات فانا اراد دهنت له الجناب دياله بشوية ديال الزيت باش ميلسقش لي البريوش لانا راه جاري كيف ملحتم معايا عندنا البريوش خفيف بزاف وهكدا بديت كنزين بهاد الكريمة اللي عندي كيف ملحتم معايا كنزين بيعلى هاد الشكل هادا وكندير واحد الكيمية تكون كبيرة في الواسط لانا تقريبا غير الواسط اللي غي يجيبين اكثر اما الجناب غي يهوده لانا البريوش عندنا خفيف بزاف سوف يدخل البريوش ديالي للفران حتى كي يطيبه ويتحمر ما غاندهنه لا ببيض له حتى شي حاجة غي غانعطيه الوقت وغانعطيه الخاطر حتى غيتحمر غير بوحدو من الوجه دياله هو كي يطيب على نار متوسطه تقريبا 200 درجه قطيبه من الفوق حتى كي يتحمر وكي تبطول تحت يزيد يتحمر من الوجه دياله هنا بالنسبة للكيك ديالي ره طاب كيف ملحتم معايا الكيك اللي زينتها بالبرتقال من بعد ما كنقلبها كتجي على هاد الشكل هادا شوفوا معايا كيفش كي يجي الكيك خفيف خفيف ومهوي من الدخل وخمي كي يجيش طالع بزاف لانا عندي هنا المول كبير دكشي علاش ما غاجيش طالع بزاف لانا درجون المول صغر من هادا غاجيكم طالعه بالنسبة للكيك اللي غاجي بها غندير بها الكيك ديال الطبقات فاي كتجي رقيقة ما كتنفخش بزاف انا غنحاولها كده اننا ننحيد لها دوكو جنيبات دياله لها باشا كده من اللي نقلبها في السيخ اللي غاجيني مقادة وغادي ندوز باش نحضر معاكم الطبقة اللولا ديال الكيكا اللي غنديرها بكريمة البورتوقال غنحتاج فيها هنا ايا زوج ديال كيسان ديال عصير البورتوقال زوج ديال معالق ديال السكر حبيبات ثلاثة دلمعالق ديال النشاء وغنحتاج واحد الفلون ديال درهم فلون عادي بدون نقها انا هنا بمأنني كنت مزروبة فدكش علش استعملت الفلون الى كنتوا عندكم الوقت وقدروا تخليوا هاد الحلوة ديالكم تباتلي لكاملة ما تحتاج استعملوا الفلون ديرو غير ننشاء بوحده انا اخديت واحد الكاسرونة ووضعت فيها دوكو جوج كيسان ديال عصير البورتوقال ضفت عليها السكر حبيبات وننشاء وغاد نضيف ذاك الفلون وغنوضع هاد الكاسرونة فوق البوطة على نار اللي كتكون مهيلة مع التحريك المستمر كيف ما كنقول لكم دائما ملي كيكون عندنا النشاء ما كتحبسوش نهائيا من التحريك اما بملعقة خشبية واما بواحد الفوي كتبقوا كتحركم زيان حتى كتعقاد لكم الكريمة وكتحصلوا على واحد الكريمة اللي هي عاقدة ومتماسكة بهذا الشكل هدا كيف ما كتلاحظو معايا من بعد ما درتها فوق البوطة وحركتها مزيان حتى عقادت كيف ما كتلاحظو معايا والافتاعم الأخرى عن والمشاة وانا ننضيفها مباشرة فوق الكيكة ديالي هنا بالنسبة للك الساخل اللي وضعتوه فأنا حاولت لكدأ انني نزير مزيان عادي الكريمة من نومنا ومننا وصفي نخليديك الكريمة عليها جنب تبرد او لغن ندخلها لإتلاجة تبرد يكون احسن لانني مزروبة غنوز بالتحضر معاكم الطبقة ثانية الكريمة اللي نحضرها بالحامض نحتاج فيها كاس عصير الحامض كاس الماء كاس الى ربع سكر حبيبث واحد الفلون درهم ونحتاج الروح الحامض هنا عليك تستعمل الروح الحامض لكي تعطيني اللون اكثر تعزز لي اللون هذا الحامض هذا لان العصير البورتوقال خرج لي اللون دياله أصفر وإلا درت هكذا اللون ديال الكريمة التانية حتى هي أصفر يجيوا نفس بحلة ديرها نفس الكريمة فاذاك شي لاش غادي نضيف هاد الروح ديال الحامض باش تغير لي اللون ديال الكريمة سافي كيف ما لحتو معي وضعت العصير ديال الحامض مع الماء مع السقار والفلون وغنضيف عليهم هاد الروح ديال الحامض وغنحرك واحد شوية وغنوضع ايضا هاد الخليط اللي عندي فوق النار حتى كي يغلى هنا ما غيحتاج يعني يعقاد غاي كتبقى مرة مرة كتحركو حتى كي بدك يغلي هاد هاد الخليط ديالكم بحل من اللي كان نحضره الفلون صافي وغادي ندوز باش ننحضر طبقة تانية هنا لبنات من بعد ما جمدات لي واحد شوية الكريمة اللي درتها في الاول بالنسبة للطبقة اللي غنضيرها تانية بالفاكهة فعنا استعملت هنا فاكهة الكيوي انتو ما تقدروا تستعملوا اي فاكهة متوفرة عندكم خديت الكيوي قشرتو وقطعتو هكتشة رائح اللي هي رقيقة وبديتها كدك نستفو فوق الطبقة ديال الكريمة ديالي هنا الكريمة لها جمدات يعني عقادة شي شوية لان انا ندرتها في التلاجة اليكم تدرتوها غير على الجند ماشي مشكيل لكن عندكم الوقت ولكن انا ندرتها في التلاجة باش تمسكليه باش من اللي نوضع فوق هالكريمة التانية ما يتخلطوش لي الكريمات مع بعديتهم صافي انا كيف ما لحتو معي بديتها كده كنستف الكيوي ديالي بهاد شكل هذا كنستفو واحدة على واحدة حتى استفت الوجه ديال الكريمة اللي عندي كامل غطيتو بهاد الكيوي هذا ومن بعد غادي ناخد ذاك اللي درتو بالحامض وغادي نخويه مباشرة فوق هاد الكيوي هذا كيف ما كتلاحظو معي كنخويه مباشرة هو صخون ما تخليوهش حتى يبرد لانه خصوه يعقاد لنا او لي جمد لنا فوق هاد الكيوي هذا وصافي غادي ندخل هاد الكيكة ديالي للتلاجة او للمجمد من الاحسن الي كنتم بزروبين ندخلها المجمد حتى كتبرد وكتتماسك وكيعقاد ذاك فهذا الاثناء البريوش ديالي راه طاب كيف ما لاحظو معي كيجي محمر وكيجي اللون دياله الزوين بزاف وخامة كان ديرو للا يعني ما كان دهنو لا بالبيض لا حتى شي حاجة انا احنا غنحاول انه نندموا لهم هاد الساكل هاد وغنحيدلوا ذاك الورق اللي غيكون ملتح شوفوا معايير ابنتك كيف كيجي البريوش خفيف الواحدة درجة ما تصوره شاريت لو كنتم قدر نفتح ليكم من الداخل بش شوفوا كيف كيف يجي من الداخل لكن للاسف ما يمكيش لي نفتحو خص نعطيه الكليانة ديالي هاكدا كيف مارا انا احنا غنحاول اندهنو بواحد شوية ديال الناباج او للكونفيتور اللي كان متوفر عندكم ديال المشماج او للي متوفر عندكم وغنزين له هاكدا جنيبات دياله بشوية ديال شوكولات فغميسال وتزيانة كيبقى اختيارة انا هنا ايام اللي كيكون متوفر عن دياله وصافي كيكون هذا وشكل ديال البريوش ديالي كيكون هذا وشكل نهائي دياله صافي هنا بالنسبة للكيكا احتياره بردات تقربنا ناخدات واحد جوش ويعباش بردات وتماسك ديال الفلون اللي من الفوق في الاول كيبليكم داك الكيوي بحلة كيطلع و لكن في الاخر مليكي برد كيهبط داك الكيوي التحت و كيغطي داك ديال الحامض وصافي كان هذا وشكل نهائي نحنا زينتها بشوية ديال حب الملوك من الفوق صراحة تجيزوينة منعشة العشاق الحامض والبرتقال غادي تعجبكم بزاف هاد الكيكا هادي انه صراحة الدوق دياله كيجيزوين سوختم عاداك لوغو ديال الكيوي كيعتاه واحد الحموض يحتعيك تجيزوينة بزفزف الكيكا ديالي اللي صابتها بالبرتقال احتعيك كيف ما لحتو معايا كيجيا داك والشكل دياله كدجي رائع في المداق و كدجي خفيفة بالنسبة لهد الكيكا دي فانا خرجتها بربعين درهم كيف ما راكو تشوفوا معايا هاكده خرجتها بربعين درهم اما بالنسبة الكيكا ديال الكيوي والبرتقال والحامض فهاديك خرجتها بسبعين درهم لانا فيها الكيوي دير التامان والحامض والبرتقال يعني هزا شوية القوام البريوش حتا هو نفس الشي خرجته بربعين درهم حتا هورا ما فيش بزاف ديال القوام كان عدوة التامن ديال الكومون ديالي باش خرجتها اتمنى حبيبتي من كل قلبي انكم تكونوا استفدتوا معي وتكونوا خذيتوا افكار اللي تنفعكم ان شاء الله في طلبية ديالكم وحتى للقوتي ديالكم معلاش الله حتى بالنسبة للبنات اللي مكيخدموش اللي كومود الفيديو ديالي هنا غادي يستعلي ما تنسوش حبيبتي اللي لايك ديالكم وتبرتاجي الفيديو ديالي نخليكم دباء الى فيديو جيد ان شاء الله الى اللقاء